يعني عايز اقول اللحمة يعني مبهدلة الدنيا بصراحة معنا حتة لحمة حلوة حتة كندوز نسبة الدون فيها من 20% لـ 30% ممكن نعملها كباب حلة ممكن نعملها ورقة لحمة ممكن نعملها مع الخضار زي ما احنا عايزين مفيش اي مشكلة خلونا نشوف النهاردة نعمل كباب الحلة زي بطريقتي هتعجبكم ان شاء الله والطعم مختلف المقادرة على الشاشة معنا اللحمة وموجودة عندنا الحمد لله عناية ومعنا بصل ومعنا مستيكة معنا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية هيل اللي هو الحبهان والقرنفل وكمان ما تنسوش طبعا اي فليفر انتو حابينه روزماري زعتر كباب الحلة تدبيلته زي اي تدبيلت كباب بتشويه على السيخ اللي هو الفحب بس مو كباب حلة لان هو بيستويه في الحلة ده الفرق انما تبليه عادي ممكن نحطوله معلتين زبادة في الاخر تلمو الصوس كده ويبقى له مزيك حلو ودي فكرة حلوة جات اللحظة ديت يعني حاجة جديدة بعد بيستويه كباب الحلة خالص بنعمل ايه عم الشيف بناخد معلتين زبادي بنحط عليهم نص معلات نشا ونقلبهم ونحطوهم مع اللحم ده دي طرق جديدة هنشوفها دلوقتي مع بعض برضو حالو اول حاجة المستيكة اهو كباب الحلة ما بيخدش مية وحزارة تحط مية او تحط صوس طماطب بيستويه في بعضه كله فعشان كده تجيب حلة لها غطة لازم الحلة يا سيت الكل يبقى لها غطة وغطة محكمة حلو ادي الزيت الزيتون بحط فص مستيكة حلوة كده ما انكترش من المستيكة خلي بالك عشان المستيكة دي بتمرر يعني ما تفرحاش ان المستيكة جاية لك هدية ولا انت جايبة شوية اه لا هم بالزبط كده كام خمسة حلو قوي معانا بصلة نعمة عشان تديه لصوس حلوة كده حلو قوي بنحط على البصلة النعمة دي عم الشيف كمان معانا بصل سليم زي ده كده اه كباب حلة لازم نحط فيه بصل وكمان لازم نحط فيه فلفل رومي لو حبه اختياري ايه الاخبار شوني من هنا كده البصلة تقطع بالشكل ده كده وكعبات يعني ممكن تحط مشرب لو انت حبه اختياري يعني بتحط مع كباب الحلة مشروم اه انا قلت لحضراتكم كباب الحلة كأنك بتشوي كباب على السيخ او لحمة على السيخ اللي تحط حتة لحمة بصل فلفل الوان مشروم طماطم شيري الحاجات دي كلها اه ولكن احنا بنحطه طبعا في حلة علشان دي طريقة جديدة ومعروفة اه هناخد البصل ده كده زي ما هو يتكرمل مع البصل هيا الحلوة دي كده الله ما صلى على النبي طب حتت بصلة نعمة ايه يا مغازي بصلة نعمة جي بقى مع البهريز اللي هينزل من اللحمة هتديني صوس لطيف وحلو في طعم البصل حلو الكلام اه نقلب البصل ده كده مع بعض اللهم صلى على النبي اه 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 بصلة يا سيفا كده زي الفن هعمل ايه بقى هنا اغطي الحلة دي زي ما هي كده من غير ميا عشان اخد طعم البصل بالكرمالة بتاعته باللون الحلو بس وانا بغطي البصل ده كده احط له شوية بوهرات ايه البوهرات يعمل شيء بتاع كباب الحلة واحنا شغلين مع بعض اه نحط شوية قرون في الحلوين كده فصين بالقرون فيل عود قرفة حلو ومحترم البوهرات بتاعتنا ملح وفلفل اختياري بقى يعني دوابل بتاعتك عازة تحطي زعطة نحطي قادي الفلفل لس وده كده بحضر البصلة والملح بتاعنا زي الفل اه ومعانا كمان بابريكا شوية كمون حلوين اه السؤال حلو من كنترول بقولوا ايه الفرق بين الكباب الحلة والكمونية السؤال ده سؤال وجيه جدا هي نفس الطريقة بس الكمونية بتاخد كمون كتير حلو الكلام الكمونية بتاخد كمون كتير اه ممكن تاخد سوسطة ماطم اه شايف البصلة نسيبها الدوب كده وتستوي شوية بالشكل ده كده حلو الله ما صلى عندي ونغطي الحلة من غير اي اضافات اه اهم حاجة البصلة دي اه اه حلو او السؤال ده الله ينور اه بجالي السؤال من كنترول قالك ايهما افضل في الدبيحة يتعمل كباب حلة حلة حتة اللحمة الملبسة اللي هو بيت الكلون تعتبر احلى حتة لحمة او حتة من الكتف تبقى لطيفة وحلوة نبعد عن الحتة اللي هي من الفاخدة الحمرة الجامدة دي الحتة الحمرة الجامدة بتاعت الفاخدة يفضل ان احنا ناخدها نفرومها تتعمل كبيبة نعمل كبيبة منها نعمل محاشي حشوة كبيبة حسب الرغبة شايفين صورة اللحمة على الشاشة تتحدث عن نفسها بالكرم وجودة اللي احنا بنيهدي بعضينا فيها في عيد الاطحى المبارك اللي بصلة على النار زي الفل هاخد اللحم اللي عندنا ده كده ونبدأ ان احنا ايه نتبيله تتبيلة حلوة كده ننأهله ان يخش على البصلة اهو الله مصلى على النبي اهو شفت انا متقطعة ازاي جزار معرفة او ان كدت موجودة اللحمة عندك مش هتجيلك كده طبعا بسكيها كده قطعها بالسكينة عايزة الحتة اللحمة تقطعها ماك تبع حلوة حطها في التلاجة تشد شوية تتشمع زي شغل الجزارين بعدين تقطعها بالسكينة تبع حلوة معاكي حلوك مهم جدا على فكرة تلاجة دبح الخروف دبح اي تبيحة يحطها في التلاجة تتشمع بعد ما تتشمع يمسكي يقطع منها زي قلب الحلاوة قطعني يا معلم حلو الكلام اهو حتة اللحمة زي الفل اتبلها كده توابل كده حلوة والبصلية على النار شغالة توابلنا هنا شوية فلفل او شوية بابريكا معانا شوية زعتر حلوين كله دول مع بعض يوم وقلبهم كده تقوم الحتة اللحمة تشرب من التدبيلة دي كده اهو شفت الجو ده كده اهو ده اهو هعملت ركاية حلوة بقى في سرك شوية مية بصل عشان اللحمة لو فيها زفارة فيها اي مشكلة مية البصل هنا لطيفة وحلوة اهو واسيب اللحمة كده في قلب اللي هي الصلصة دي شوية اهو ما عملتش حاجة اهو الله سؤال حلو كمان انا قلت من البداية قلت ان كباب الحلة علشان يبقى فيه بهريز ويبقى فيه طراوة شوية لازم طبعا ما نحطولوش مية رقم اتنين رقم واحد رقم اتنين باخد معلاتين من الزبادي بحط عليهم نص معلات نشا واقلبهم وبعد كباب الحلة ما يستويه خلاص وهقدمه بنزل بالزبادي مع النشا ده كده واقلب كباب الحلة في قلبيه يبقى لونه حلو ياخد دهريز ياخد صلصة تبقى لطيفة وحلوة وضمنت حتة اللحمة بتكون طرية هنرفع كده الغطاء من على البصل ايه الجو الحلو ده كده عم نشيك نقلب دول كده بسم الله الرحمن الرحيم هو ده الله هنأكل البصلة ونسيب كباب الحلة ناخد اللحم ده كده اه الله في قلب البصل ومنحطش مية ونسيبه بعد تقليبة حلوة بس لون اللحمة يتغير نبدأ ان احنا ايه نغطي الحلة ونسيبها بقى تعرق مع بعضيها هدي فكرة عمل كباب الحلة طيب ازاي نعمل ورقة اللحمة هو ده الكلام الحلو نصيحة مني بقى والله انا عزيب بتكلم جد لما تيجي تعملي ورقة اللحمة خد طريقتي دي هتعجبك اول نفس اللحمة المتقطعة ده نفس اللحمة ده كده جيبي بصل اطعيب نفس الطريقة اللي انا مقطعها وشوحي البصل ده في اشوية زيت مع توابل يعني مسك البصل دي دلعيها كده وبالتوابل وبعد كده تحطيها مع اللحمة ليه بقى عمش شيفة؟ اه ليه بقى السؤال ده حلوة اوه لانه لما بتحط البصل ناي المعلومات دي مهمة جدا اخوانا بيمنحنا عندنا لحمة واللحمة بسم الله ما شاء الله يعني ثلاثة اربعة ايام بنقدناك اللحمة في العيد فانا بقول وصفات ممكن احنا ما نعملهاش ممكن احنا ما نعملهاش ولكن فرصة ان انا بقولها ازاي اعمل ورقة كباب حلة اصوري ورقة لحمة بجيب ورقة الزبدة وورقة الفويل احط ورقة الفويل فيها ورقة الزبدة وحمر البصل اللي كان معامل شوية مع توابل وامسك اللحمة اقلمه بالتنبيلة اللي انا قلبتها وحطوهن في ورقة الزبدة وقف الورقة الزبدة الاول بعدين ورقة الفويل وحطوهن في صدية خلو اطلع فاصل صغير لان عندنا معلومة غير معلومة النهاردة لان علشان عندنا لحمة فعندنا معلومة غير معلومة تخص تسوية اللحمة اوقت روحوا بقيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل النظافة مهمة جدا في ايام العيد وارد وانت وقفة في المطبخ لا بيك ولا عليك تخبط حماتك جاية تعيد عليك مامتك ربنا اديها الصحة جاية تعيد عليك وحماتك برضو ربنا اديها الصحة عرايبك جرانك لازم يكون مطبخك راي لانا هتخش بتعمل ايا ام محمد بتعمل ايا عروسة بتعمل ايا حلوة وهتخش تساعدك في المطبخ فبتاخد اول وهلة لازم يكون مطبخك مترتب كده زي الشي في المغازي طبعا الكباب الحلة من شروط نجاحه ومن شروط تسويته من غير مية لازم تغطيه زي ما انا مغطيه كده اهو نبص عليه بصة كده قبل ما نروح للطرب بتاعنا يلا وتقليبة حلوة كده نقلبه من وقت الالتاني هتلاقي ان الكباب الحلة بدأ ينزل بهريزة شفت الشيط المية اللي نزلين دول اهو اه الله وبدأت الحتة اللحمة اللي هتغير والبصلية جوه عيمة جوه لحتة اللحمة ووغد من طعم اللحمة واللحمة وغد من طعم البصلة اهو زي الفل هغطيها بس خلونا اعمل حاجة حلوة اول معايا قدرز ماري لطيف وجميل وانا بحب الفليفر المميز ايه رايكم نحطيه ده هنا كده وغطينا الحلة يلا اهو نبص على حتة اللحمة بتاعتنا اخبارها ايه اللهم صلى على النبي اهو كباب حلة من الكباب حلة للطرب اهو زي ما تحب حتة اللحمة خلاص جاهز اهو دايبة اهو الله على الريحة الحلوة الله على الريحة الطرب ممكن يتشوه على فحب ممكن يتشوه في نفس الطاصة اللي انا باشوفها دي كده وممكن يتحط الفرن في صانية والصانية تكون سخنة متكونش بردة علشان ياخد الصدمة وندخله نشوف الفرن حسب الرغبة اهو شايفين الكباب الحلة جاهز اهو زي الفل بدأت تنزل حتة اللحمة شوف السوس دا كده السوس دا انا عايزه اقول لكم انا اعمل بيه دلوقتي هو دا المطبخ السوس دا هستفيد بيه بشوية لو انت بتعملي الاكل دا كده في تشريبة العش بتاع الفتة الله عليك يشير انا عندي فتة وعايز اشرب العش دا بشربة فانا ربنا كرامني بشوية شربة حلوية مرزة هاخد الشربة دي منها شوية اشرب بيها العش بتاع الفتة والبهريز اللي هينزل من الطرب استعين بيه في عمل الطاشة بتاعة الفتة وهكذا دا المطبخ انك كنت بتعملي عملية تلاقم وعشق ما بين الاكلة وبعضها في انك تطلعي طبق حلو متكامل بالشكل الحلو اللي انا هقدمه دلوقتي هغطي اللحمة دي تاني عشان تكمل سواء بالشكل دا كده اه البعض بيسأل ع السوشيال ميديا شيف مغازة عازين في العيد نحس بجو العيد الفح اه والله ما خرجناش مامي عندي وبابي عندي وحماتي والغسرة والدنيا فمش لازم نخرج فاحنا نعمل حركة لطيفة كده مع كباب الحلة بما ان هو كباب حلة لانه بيستوه في الحلة معي حتة فحمة حلوة ولعتها كده وخليتها جمرة جمرة حلوة جهستها وتعالوا نشوفوا هنغرب كباب الحلة ازاي اللهم صلى على النبي هو دا الكلام نبص عليه كده بص حلوة كباب الحلة اخبار هو دا ايه الحلوة اللي عن الشاشة دي اه اه البهريز اللي نزل منها دا كده انا عايزه اه البهريز تركزوا معي يا شباب دا المطبخ اه بعمل ايه بعمل ايه باخد البيون الدهب الحلاوة اللي نزم الحتة اللحمة دي كده بشرب بيها الشوية العيش اللي هعملهم فتة اه هي دي المدرسة المدرسة المغازية اه 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 نزلت حتة لحمة سبيها مرزة اه 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 وناخد بقية اللحمة دا كده نحطه على النار تركزوا معي عشان انا هنا بعمل ايه خبرة طهوية هنا بقى اه اللي احنا مش بنشوفه اه بنشوفه مع المغازة اه خدت انا البيون بتاع الكباب الحلا شربت بيه العيش وسبته على جنب هغرف كباب الحلا اه قادي اللقمة دي كده اللقمة الطيبة دي كده ده العيش السور بتاعنا اه اللهم صلى على النبي وناخد الكباب الحلا ده كده اللهم صلى على النبي اه اه ايه الحلاوة دي اه يوم ايه عمشيب بقى نسمع يقولك من جور السعيد يسعد العيش ده بينزل ويشرب من البيون والبهريز بتاع اللحمة هنسيب اللحمة لعمه نور ونحنا ناكل العيش اه العيش ده بقى ياخد تعمل ايه المهارات بتاعت اللحمة بس انا برضه مش عجبني الوضع ده عايز تعمل فحل جو الحتة اللحمة دي كده تعبنا عليها نعمل ايه عمشيه هنعمل حاجة حلوة تعجبكم اوي 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 ااخد اللحمة دي كده زمية واخليها هنا ده كده ومعايا اللهم صلى على النبي ورقة فويل اجهزة مرزق بالشكل ده كده والحتة الفحمة اأمن عليها ايه الاخبار جاهزة يا عروسة جاهزة اه 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 زي ما هي كده عمشيهوه حطها هنا كده يا ويلي يا ويلي يلا صور يا تاريخ هو ده اه 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 ونقفل دي كده اللهم صلى على النبي اه بس خلاص لا البيت بقى كله ايه فحل الجيران هتشم رحة المشوي والشاوي والحاجة انا شخصيا الرحة بش قدر اقومها حلو اه كده كباب الحلق خلصنا منو نرفع ده من هنا ايه الدنيا صلى على الحبيب نشل ده من هنا بقى خلاص ده انتهى خلصنا من كباب الحلق وقدمناه بشكل جديد وعايز اقعد جب بالطبق ده ممشيش من جنبه الامانة يعني ايه الحلاوة ده ايه الجمال ده اه ده كباب الحلق حطوا فين مخرجنا عايزوا فين قولي على المكان قولي ولا تخبيش يا الزين مكانه فين مش الكنترول لا احنا عايزين مكانه هنا اهو 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 عينية اهو اهو ده اهو يلا ده اللي عاولي بقى حل ده كباب الحلق عملته واخد طعم الفحم وحاجة زي الفل موسيقى موسيقى